بسم الله الرحمن الرحيم نكمل اليوم في محاضرات مادة التحليل العددي كنا في المحاضر الماضي بدأنا بطرق حل أنظمة المعادلات الخطية وشفنا الطريقة الأولى كانت هي Dagonal Strategy وفقط Dagonal Strategy تعتمد على تطبيق القاوسن إليمنيشن بدون تبديل صفوف اليوم رح نشوف طريقة ثانية اسمها Maximal Column Bevoting Strategy وهذه الطريقة ممكن تكون مجبر أنك تبدل صفوف وهذا بيحدده القيم المطلقة لمعامل X1 في المعادلات اللي موجودة عندنا يعني تيجي إلى مثلا عندك ثلاث معادلات أربع معادلات بتشوف القيم المطلقة لمعامل X1 في كل واحدة من هدول المعادلات أكبر قيم مطلقة لازم تكون المعادلة هاي هي أول أول معادلة يعني طلع معنا مثلا القيم المطلقة لمعامل X1 في المعادلة الثالثة هو أكبر واحد بتبدل المعادلة الأولى مع المعادلة الثالثة نشوف هذا الكلام من خلال مثال استعمل استعمل ماكسيمال كولوم بيووتينج استراتيجي وذ ثري ديجيت توبينج حكينا الثري ديجيت توبينج أو فور ديجيت توبينج أو تو ديجيت توبينج ما لاش علاقة بطريقة الحل هذا فقط شيء زيالي هو التقريب فقط شو التقريب اللي بده يكون موجود عندك توسول ذا فولوينج سيستم بدنا نستخدم طريقة الماكسيمال كولوم بيووتينج استراتيجي حتى نحل النظام التالي نظام العنة 2.2.2.2.0 X1 ساعد 16 7.1.0 X2 زاعد 9.6.2.0 X3 بيساوي 965 في الألف معادل الثاني معادل الثانية 3.3 3.3 3.1 1.5 9.2.0 X2 ناقص 10 باصل الثلاث 3.3 X3 بيساوي 7953 ناقص 1 باصل خمسة 6 1 1 X1 5.179 2 1.6 8 5 5 X3 2 714 في الألف هذا نظام مكون من ثلاث معادلات بنا نحل هذا النظام بطريقة الماكسيمال كولوم بفوتينج ستراتيجي لكن في عنا إضافة إننا نستخدم 3-digit تشوبينج لحظة الأرقام اللي موجودة عنا مش معمولة لها 3-digit تشوبينج يعني أول خطوة نبل ما نبدأ بطريقة الحل إن نعمل 3-digit تشوبينج 3-digit تشوبينج I use 3-digit تشوبينج إيش بيصير النظام اللي عنا هذا تعمله 3-digit تشوبينج حكينا التشوبينج غير الراوندينج لو بنعمله 3-digit تشوبينج بتبدأ 1 2 3 هذا صفر أقل من 5 بتحذفه بس التشوبينج بتبدأ من العدد الصحيح إلا إذا كان صفر طبعا صفر ما بتبدأ منه بتبدأ من بعده 3-digit تشوبينج بتبدأ هذا 1 2 3 والباقي كله بتقطعه يعني بيصير 2 22% X1 زائد هذا 1 2 3 يعني 16 7 X2 زائد هذا 1 2 3 9 61% X3 بيساوي هذا معمول جهز هذا 965 تبدأش من هون بتبدأ من هون عد 3 معادل معادل الثانية 3 3 3 3 X1 حذفنا هاي الثلاثة طبعا بنحذفها ولو كانت حتى 7 ولا 9 ولا إيش ما كان زائد هذا بتعد 1 2 3 وهدول إيش بيصير فيهم أصفار هدول هذا كله عدد صحيح في العدد الصحيح ما بتحذف بتحذف العدد العشرين فهذا بيصير 1 5 9 0 0 X2 تابعي لهذا الكلام عدد صحيح بتحط بداله أصفار اللي بعد المنازل المطلوبة هذا 1 2 3 هذا لسه بالعدد الصحيح بيصير بداله أصفار ناقص 10 فاصلي 3 X3 نفس الحكي هون هذا عدد صحيح كله بصير 7 9 5 وهذا بيصير بدالها 0 وعادل الثالث ناقص 1 56 100 X1 زاد 5 فاصلي 1 7 لاحظ هذه معنا 9 لكن كله بنحذف X2 ناقص 1 68 60% X3 ساوي 2 71% اللي عملنا هون فقط هو 3 digit شوبينج ما لوش علاقة بطريقة الحل تبعاتنا احنا طريقة الحل هي ماكسيمال كولومبي فوتينج استرتيجي اللي بتعتمد على تبديل الصفوف اذا كان في تبديل تبديل الصفوف واللي بيحدد تبديل الصفوف الآن زي ما حكينا هي القيمة المطلقة لمعامل X1 في المعادلات الثالث لاحظ من أكبر قيمة المطلقة من هدول هي هي يعني القيمة المطلقة لثلاث 33% أكبر من القيمة المطلقة لـ 22% وكذلك القيم المطلقة لثلاث ثلاث ثلاثين بالمئة أكبر من القيم المطلقة منتبه القيم المطلقة يعني لو كان هنا ناقص مثلا سبعة فاصلة كذا بيكون هاي أكبر قيم المطلقة فإذن صار لدينا القيم المطلقة لمعامل X1 في المعادلة الثانية أكبر قيم المطلقة في المعادلات الموفي في الحالة بدك تحكي أنه replace row 1 with row 3 2 of 1 مدام القيم المطلقة لمعامل X1 في المعادلة الثانية هو أكبر واحد لازم تبدل المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية لو كان القيم المطلقة لمعامل X1 في المعادلة الثالثة هو الأكبر بتبدل الصف الأول مع المعادلة الثالثة طبعا مش بترتبهم أنت حسب الأكبر يعني الآن شو بدو يصير ترتيب المعادلات؟ بدو يصير هيك هذه أول وحدة هذه المعادلة الثانية صارت هي المعادلة الأولى والمعادلة الأولى صارت هي المعادلة الثانية وهذه المعادلة الثالثة ما تغير ما تغير مكانها طبعا تنتبه إحنا مش رتبناهم ترتيب حسب الأكبر وبعدين اللي أصغر وبعدين اللي أصغر لا يعني ممكن يكون هذا اللي عنا هون قيمة المطلقة مثلا أصغر من هذا ومع ذلك بيظل هذا الأكبر وهذا الأصغر وهذا اللي جاي بالوسط لو كان هيك الترتيب ما رتبناهم إحنا حسب الأكبر والأصغر منه وبعدين الأصغر إحنا لا جينا مين أكبر واحد من هدول طلع الصف الثاني بتبدل الصف الأول مع الصف الثاني بغض النظر شو علاقة هاي مع هاي طيب هذا فقط الفكرة الرئيسية بطريقة الماكسيمال كولوم إنه تكون أنت مجبر إنك يتبدل الآن تكملة الحل بطريقة قاوس إنك تحول اللي تحت القطر الرئيسي إلى أصفار تكملة بطريقة قاوس مفهوم ماكسيمال كولوم بس إنك تحدد فيه تبديل أولى طبعا لو ما بدلتش مثلا يعني بلش تحل هون هيك هذا النظام ما بدلنا الصف الأول مع الصف الثاني وبكملت حل بطلع الحل صحيح بس أنت بتكون محلتش بطريقة الماكسيمال كولوم حلت فقط بطريقة قاوس ماكسيمال كولوم إذا فيه تبديل لازم يتبدل ولي بحدد التبديل زي ما حكينا هي القيم المطلقة لمعامل لمعامل إكس وان الآن زي ما حكيت تكملة الحل بطريقة قاوس طريقة قاوس إنك تحول اللي تحت القطر إلى أصفار ودائما الترتيب تحول هذا لصفر بعدين بتحول هذا لصفر وبعدين بتحول هذا المقدار اللي موجود عندنا هنا لصفر هذا حتى تتحول لصفر هذا موجود في الصف الثاني العمود الأول بدك توجد له M21 وهذا حتى تتحول إلى صفر هذا موجود في الصف الثالث العمود الأول بدك توجد له M31 الMij بيساوي Aij على AJJ A21 على A11 وين الA21 هذا A21 الو 2 22% على A11 هذا ثلاث 33% وهذا بيساوي طبعا هذا مكمل كمان ستة وهكذا في أرقام عندنا هون بس كل هاي الأرقام عملنا لها صفة ستمية وستة وستين في الألف M31 هي A31 على A11 الA31 هذا A31 ناقص واحد ستة وخمسين في المية على A11 وهو 3 وهو 3 وهذا بيساوي ناقص 468 في الألف وهذا كمان معمول له 3 وخمسين طبعا هذا خمسين وراح الترتيب هذا الأرقام هذا اثنين بيكون هنا الصف الثاني وهذا واحد بيكون هنا الصف الأول الآن بتأخذ الصف الثالث ناقص M31 في الصف الأول هذا الصف الثالث وهذا الصف الأول يعني بدك تضرب الآن الصف الأول في M21 وتأخذ الصف الثاني ناقص ناتج الضرب بعدين الصف الأول ترجع تضربه في M31 وتأخذ الصف الثالث ناقص ناتج عملية الضرب ايش بيصير عنا؟ الصف الأول ما فيه عليه أي تغيير الآن لما تضرب صف الأول في M21 وتأخذ الصف الثاني ناقص ناتج الضرب اكيد لازم يختفي هذا المقدار يعني نلاحظ انتين هذا الصف الأول أضربه في M21 يعني في هاي كأنك يعني هذا الرقم هو نفسه اللي هون لما تضرب هذا المقدار في هذا اللي هون تختصر هاي مع هاي بيصفي عنا 22% بعد ذلك تأخذ 22% ناقص 22% أكيد صفر فهذا بيختفي تنتقل لها هاي خمستعشر ألف وتسعمية تضربها في M21 بعد ذلك تأخذ 16 وسبعة بالعشرة ناقص ناتج عملية الضرب هذا رح بيساوي ناقص 10400 تابعين شو بنعمل نضرب الصف الأول في M21 في هاي يعني هذا الصف الأول في هذا الرقم طبعا بتعمل عملية قطع بعدين بتأخذ الصف الثاني ناقص ناتج عملية الضرب يعني 16 وسبعة بالعشرة ناقص حاصل ضرب هاي في هاي طبعا هو طلع ناقص 10400 بيجوز مثلا وخمس وسبعين لكن شو جينا عملنا للرقم هاي ملنا له ثري ديجيت شوبينغ فعدينا واحد اثنين ثلاثة فدول صار بدالهم أصفار نكمل هذا الصف الأول تضربه في M21 يعني ناقص ناقص عشرة وثلاثة بالعشرة ضرب 666 في الألف بعدين بتأخذ الصف الثاني ناقص ناتج الضرب يعني 9 و61 بالمية ناقص ناتج ضرب هاي في هاي هذا بيطلع بيساوي 16 و4 بالعشرة بيجوز 16 وفيه أشياء بعد الأربعة بالعشرة كمان عملنا له ثري ديجيت شوبينغ كمان الناتج 7950 تضربه في 666 بالألف وبعد ذلك بتأخذ هذا الصف الثاني ناقص ناتج عملية الضرب هذا بيساوي ناقص 5200 هذا مش صفر هذا كان فيه رقم بس من ثري ديجيت شوبينغ صار بداله صفر الآن تنتقل للصف الثالث ناقص M31 في الصف الأول يعني هذا الصف الأول بيك تضربه الآن في M31 وتأخذ الصف الثالث ناقص ناتج الضرب هذا المقدار 33% لما تضربه في هذا المقدار بيروحوا هدول مع بعض بيضل ناقص 51% الآن ناقص 51% ناقص ناقص هالمقدار بيختفي معامل X1 بتنتقل 15900 تضربه في ناقص 468 بالألف بعد ذلك بتأخذ 5 و 17% ناقص ناتج عملية الضرب هذا بيساوي 7440 هذا كمان مش صفر هذا من 3 ديجيت شو تنتبه شو بنعمل صف الأول بتضربه في M31 هذا الصف الأول في M31 بعد ذلك بتأخذ الصف الثالث ناقص ناتج عملية الضرب ننتقل ناقص 10 3 بالعشرة بتضربها في M31 وبعد ذلك بتأخذ الصف الثالث ناقص ناتج عملية الضرب هذا بيساوي ناقص 6 5 بالعشرة X3 طبعا في عنا هنا صفر وفي أرقام حذفوا الأرقام ضل 56% بيساوي كمان الناتج 7950 تضربه في M31 وبعد ذلك بتأخذ الصف الثالث ناقص ناتج عملية الضرب بيسير 3720 وهذا الصفر ناتج من عملية التشوبينج حولنا هدول معاملات X1 في المعادلة الثانية والمعادلة الثالثة أصبحوا أصفار تكمل الآن بالحل بتحول هذا لصفر بس هذا لو كنت أنت بتحل بطريقة جوسا فقط لكن بدك ترجع هون تقرر هل في عنا تبديل طبعا الصف الأول ثابت هذا ما كان الآن بدك تشوف هل في تبديل بين الصف الثاني والصف الثالث إيش اللي بيحدد الآن هل في تبديل أو لا هي القيم المطلقة لمعامل X2 ما ننسى احنا بنحل بطريقة الماكسيمال كولوم بووتينج استراتيجي اللي بتعتمد على التبديل إذا كان في تبديل حسب المعاملات اللي عنها بدك ترجع الآن القيم المطلقة لناقص 10400 أكبر من القيم المطلقة ل7400 إيش يعني هذا الكلام إنه ما فيه تبديل رح يظل للنظام مثل ما هو بس بعض الأمثلة ممكن يكون القيم المطلقة لهذا الرقم أصغر من القيم المطلقة لهذا الرقم فلازم تعمل تبديل الآن بين الصف الثاني والصف الثالث لو كان فيه تبديل وما عملتوش أنت وكملت حل بالقوسة إليمنيشن حل لك بيطلع صحية بس ما بتكون استخدمت طريقة الماكسيمال كولوم بووتينج استراتيجي فإحنا الآن ما في عنا تبديل ما دام هذا القيم المطلقة أكبر من قيمة المطلقة لهذا الرقم فبدأك تكمل الآن بطريقة قاوس بدأك تقاوس أنك تحول هذا لصفر الآن حتى يصير كل اللي تحت القطر أصفار هذا تحويله لصفر بيتم بإيش إيش هذا ترتيبه هذا واقع في الصف الثالث والعمود الثاني هذا بحاجة توجد له M 3 2 M I J يساوي A I J على A J J وهذا بيساوي A 3 2 هذا A 3 2 7 440 على A 2 2 هذا تنتبه ترجع على الصف الأول هذا A 2 2 ناقص 10 4 وهذا لما تقسمه بيطلع ناقص 715 في الألف هذا كمان ما تنساش كل عملية حسابية بتعملي 3D هذا المطلوب بسؤالنا لو ما كانش ضايف في السؤال Use 3D فقط بتكمل وخلي الأرقام زي ما هي اللي بتطلع معك ما تعمل عليها أي أي تغيير هذا أوجدنا M 3 2 الآن بدك تأخذ الصف الثالث ناقص M 3 2 في الصف الثاني حساب الأرقام صف الثالث ناقص M 3 2 في الصف الثاني طبعا الصف الأول هذا ما بتغير كمان الصف الثاني ما علي تغير احنا اللي بنغيره بالصف الثالث ايش بنا نعمل احنا بنا نضرب الصف الثاني في M 3 2 هذا الصف الثاني لك تضربه في M 3 2 وتأخذ الصف الثالث ناقص ناتج الضرب ما تروح تصير تضرب بالصف الأول صف الأول خلاص انتهينا منه يعني الصف الثاني هو اللي بدك تضربه في M 3 2 وتأخذ الصف الثالث ناقص ناتج عملية الضرب اكيد لازم يختفي هذا المقدار لأنه انت بتيجي تضرب هذا الصف الثاني في هاي ليا M 3 2 بتختصر هذا المبعض بضرط 7 440 لما تيجي تأخذ 7 440 ناقص 7 440 بيصير هذا صفر بتنتقل اللي بعدها 16 4 بالعشرة بتضربها في M 3 2 بيبتأخذ ناقص 6 5 بالعشرة ناقص ناتج عملية الضرب بيطلع 5 و 2 بالعشرة كمان هذا معمول له ثري ديجيت شوبينك هنا يعني عندنا صفر وفيه أرقام حذفوا هدول الأرقام والصفر ما لهش قيمة طبعا الآن ناقص 5 280 تضربها في M 3 2 لان بتأخذ 3720 ناقص ناتج عملية الضرب بيطلع ناقص ناقص 5 50 ناقص 50 طبعا في عنا فاصلة صفر ويمكن فيه أعداد صفها بهذا الشكل هيك حولنا اللي واقع تحت القطر الرئيسي كلهم صاروا صاروا أسفار نستخدم الآن الـ Backward Substitution التعويض من الأسفل بيصير عندنا الـ X3 بتساوي ناقص 50 على 5 و2 بالعشرة وهذا بيساوي ناقص 9 و61 في المية هذا هو الـ X3 تستخدم هذا الـ X3 تعاوضه في المعادلة الثاني تحط بدل الـ X3 ناقص 9 و61 بالمية تضربها في 16 و4 بالعشرة والناتج بتعمله ثري ديجيت تنقلها هون بتعمل عملية الطرح والناتج بتعمله ثري ديجيت بعدين X2 بتكون هالرقم الطلع على هالمقدار بيطلع معنا X2 بتساوي 492 بالألف هدول X3 X2 تعاوضهم في المعادلة الأولى وفي كل عملية حسابية بتعمل ثري ديجيت تشوبينج ينتج معنا X1 بيساوي 9 و33 في المية هذا X1 X2 X3 بيساوي X1 طلعت معنا 9 33% بس الحل الحقيقي واحد يعني حتى خطأ في الجزء الصحيح مع أنه إحنا في أساليب ماضي في الحل كنا نأخذ دقة بالحل خمس منازل أربع منازل على يمين الفاصلة تكون صحيحة هون فرق كبير بينهم يعني لاحظ هذا الأقرب شيء مثلا في X2 X1 كمان بعيد كثير عن هالحل الحقيقي شو السبب في نسبة هالخطأ اللي موجودة عنها هل هي طريقة الماكسيمال كولوم أو هل هي طريقة قاوس اللي سببت بهذا الخطأ طبعا مش هدول السبب هو 3D Chubing 3D Chubing نلاحظ إحنا ضيعنا كثير من الأرقام اللي موجودة يعني لاحظ مثلا لما بدينا بعمل 3D Chubing نيجي مثلا لهذا الرقم شو شو كان عندنا الرقم 15920 لما عملنا 3D Chubing صار 15900 يعني حذفنا إيش حذفنا 20 حذفنا بالعالم الصحيح مش فقط قربنا بالأجزاء العشرية لاحظ هذا الرقم مثلا لما قربنا حذفنا ثلاث وكل الأرقام اللي عنا حذفنا كميات كبيرة من الأرقام ولاحظ هاي العشرين اللي حذفناه هون كم عملية حسابية عملنا هون شوف يديش مثلا لما جيت تأخذ مثلا الصف الثاني ناقص أمتو وان في الصف الأول هذا الصف الثاني ناقص أمتو وان في الصف الأول شوف لما ضربت في هذا الرقم ومخفي معنا عشرين شوف كيف صار الخطأ بعدين تأخذ هذا الرقم ناقص عملية الضرب وتعمل ثري ديجت تشوبينغ شوف كمان يعني خطأ بالبداية عشرين وتعمل عليه عمليات حسابية كثير أكيد هذا الخطأ رح يتنامى بينتج هذا اللي عنا هون لكن لو إحنا استخدمنا الماكسيمال كولوم بووتينغ استراتيجي بدون عملية التشوبينغ اللي عمنا رح يطلع معنا الحل الحقيقي يعني رح يطلع معنا هاي الأرقام ما رح تطلع هالأرقام الموجود لأنه إحنا أصلا طريقة الماكسيمال كولوم فش فيها شي جديد هي استخدام طريقة قاوس لكن بتبديل الصفوف وتبديل الصفوف ما بيغير بحل النظام تفقنا إحنا ثلاث عمليات ما بيتغير بحل أي نظام تبديل صفوف ضرب أحد الصفوف بثابت لا يساوي صفر ضرب أحد الصفوف بعده وإضافة الناتج إلى صف آخر كمان هذا ما بيغير بحل النظام لذلك طريقة الماكسيمال كولوم بفتنج استراتيجي لازم توجد معك ناتج حقيقي لكن إذا فيها ثري ديجيت توبينغ بيطلع الحل في نسبة خطأ كبيرة يعني لو كان مطلوب مثلا ثري ديجيت راوندينغ الراوندينغ ألطف شوي يعني التقريب اللي اسمه الراوندينغ ألطف لأنك أنت هنا بتقرب بالمنازل العشرية بس يعني بتعد ثلاث منازل عشرية وحتى المنزل الرابعة إذا تحت الخمسة بتشيلها فوق الخمسة بتزيد واحد يعني بيضل كمان فيش نسبة خطأ كبيرة لكن عملية التوبينغ هاي اللي عملت عملية الخطأ هاي الطريقة الثانية لحل أنظمة المعالجة الخطية أول طريقة كانت عندنا دياجون الستراتيجي هي تطبيق طريقة تقاوس بدون تبديل صفوف طريقة الثانية هي ماكسيمال كولومن بيووتينغ استراتيجي وهاي تعتمد حسب معاملات المعادلات اللي عندنا حتتقرر في تبديل أو لا الطريقة الثالثة اللي راح نحكي عنها في محاضرتنا القادمة يسمها سكيلد كولومن بيووتينغ استراتيجي وهاي كمان بتعتمد على التبديل لكن شو اللي بيحدد تبديل الصفوف في عمليات حسابية أطول شوي من طريقة الماكسيمال كولومن احنا الماكسيمال كولومن بس بتشوف هالقيم المطلقة لمعامل اكس ون مين أكبر واحد وبتبدل بنان على ذلك هناك بدك توجد أشياء بنان عليها بتقرر هل يوجد تبديل للصفوف أو لا وهذا ان شاء الله بنشوفه في محاضرتنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته